اهلاً واسهلاً بكم من جديد عبر صباح الشروق نلتقيكم وأيضاً كمان تتواصل برمجة هذا الصباح لكن خلونا نطلع نشوف هذا التقرير القصير ونرجع من بعد نستكمل هذا الصباح ارتباط الرباني بين الخريف والطيور فتباشر الخريف تعرف عند أهل الجضارف بوصول أسراب الطيور التي يطلق عليها المزارعون السمبرية وحتى في أهزيج الصغار كانت السمبرية حاضرة ولعل البيئة هي التي أحكمت خصائصها وصفاتها الهواية كما يقول رقب وهو اسم الشهرة لعمار تتحول مع مرور الزمان إلى مهنة وهو ما وصل إليه الآن وهي مهنة يستمتع بها قبل أن تكون مصدر دخل الرئيس فتراه بين حمائمه وطيوره كالوالد يتفقد بنيه وفي ذلك يقول إن الإحساس هو الملهم في التعامل مع هذه الكائنات الجميلة وهو اللغة المشتركة بينها فبالنظر والتأمل يفهم شكواها ويفسر فحواها هذا الحب الهيام بهذه المخلوقات الناعمة لم يكن عمار فيه وحيدا فله في هذا الوله شركاء من المحبين والعشاق الذين ويدنا عددا منهم في ضيافته أو بالأحرى في حضرة الطيور فهم مجذوبون ومتيومون حد الوله وفي ذلك يقولون إن الأمر بالنسبة لهم لا يعد طرفا أو رفاهية بل إحساس بقيمة هذه المخلوقات وما تبعثه في النفس من راحة نفسية فلأصواتها عندهم وقع خاص غير أن هذه الهواية كما يقول عمار عندما تتحول إلى مهنة فإنها مهنة شاقة لأنها تستوجب منك اهتماما دقيقا ومتابعة فالطيور أصناف وكل صنف له متطلباته في التعامل لأنك باختصار تتعامل مع سلالات متعددة منها المستجلب من بيئات مختلفة وللمحافظة على النوع يستوجب ذلك معرفة دقيقة بأصناف الحمام والطيور خاصة مع دخول التلقيح والذي كما يقول عمار أفقد الكثير من الأصناف صفاتها الوراثية وللهواة في ذلك رأي فهم يؤكدون بأن ثقافة تربية الطيور والاهتمام بها ليست ثقافة جديدة أو دخيلة على مجتمع الجضارف فارتباط أصيل بين إنسان الجضارف والطيور يبدأ من الأنواع البلدية والتي لها مروجون ومهتمون خاصة عندما تمتلئ الحفائر بمياه المطر فتصبح هدفاً أساسياً للهواء حيث يحج أليها الطير بأنواعه المختلفة فالعديد من أهل الجضارف تكون الثقافتهم في تربية الطيور بالمنازل على هذا المنوان قير إنه من الصعب على المتابع أن يميز بينها لكن الأمر في قاية السهولة بالنسبة للمتخصصين فأحياناً من الصوت يميزون الإسم والنوع وفي ذلك يقول عمار إن المعرف والإلمان بأسماء وألوان هذه الطيور يساعد كثيراً في سورة كتابة بطلبات الهواء فمحمد الحسن بن عمار يقوم مقام والده في الاهتمام بالطيور والحمائم ويبدو أن علاقة الحميمة تربطه وهذه المخلوقات اليميلة فهي تأكل من يده ويلاعبها وتلاعبه للدرية التي جعلته يطلق بعض الألقاب والأسماء على المحببة إليه منهن وعلى جانب آخر قادتنا الصفة ونحن بمزرعة عمار للالتقاء ببعض الهواء ممن اقتربوا عن الجضارف لسنوات بالولايات المتحدة فعادوا والدهشة تعقد حاجبيهم فلم يتوقعوا كل هذا الجمال وقد صار واقعاً ملموساً بالمدينة وفي ذلك وجهوا نداء للإعلام والمهتمين بضرورة تشجيع مثل هذا النشاط ولم يكن كامل الوحيد الذي وجدناه يتلمس هذا الجمال فبعض من قادة القطاع المصرفي بالجضارف كانوا في حضرة الطيور أيضاً فمن ضجيج الأرقام وحركة النقود ملوا فحجوا حيث هذا الجمال غير أن لقة الأرقام فيما يبدو لم تفارقه مطلقاً فدخلوا في حسابات واستثمارات معمار للدرية التي أحصوا فيها موالد الطيور وفترة الحضانة وكمية الماء وطعام وأبدو استعداداً مشروطاً لتمويل هذا النوع من الاستثمارات أملينا أن يجد حظه من الانتشار بواسطة المعارض مع العمل على تحسين بيئة العرض لتكون أكثر جاذبية وللحمام والطيور ارتباط وثيق بالأغنية السودانية فعديد المطربين غنوا أشعاراً تصف جمال الطيور ومكتبة الأغنية السودانية غنية بمثلها كذا أقاني فالطيور واحدة من جماليات الكون ومصدر إلهام للكتاب والشعراء والمحبين الذين استلهموا رمزيتها من الطيور فوصفوا الحبيب بأجمل صفاتها وأندر عيناتها كما أن الطيور كأول وسيرة اتصال عرفها الكون وجدت حظها لتكون الشعار للعديد من شركات الطيران ووكالات البريد والبرق وللطيور ارتباط آخر بالأمان والسلام فالحمامة رمز السلام كما للطيور ارتباط بالسيادة الوطنية عند بعض البلدان التي اتخذت شعارها من بعض أنواع الطيور كرمز للقوة والعزة والكبرياء وفوق ذلك كله هي مصدر الراحة النفسية والطمأنينة الخضرة والماء والوجه الحسن ثلاثتهم يثهبن الحزن لكني وإن سمحت أضف إليهن رابعة فالطير وهو يملك الجو ويصبح في المياه ويتعلق فوق غصون الأشجار ويجد ويزغزق أليس جديرا بالإضافة؟